مونة خلينا أقول لك الغيابات أثرت بشكل كبير على اختيارات موسيماني في التشكيلة طبعا فكرة وجود أحمد عبدالقادر وبارس تاو على دكتور دا قديم ممكن تكون فيها راحة أكتر للتنين العيبة دول ممكن ممكن نهاردة بأحمد نبيل كوكا ومحمد مجد أفشف على الدايرة تنين دي فيندرات حاب يشوف حاجة اه مشت شوية لكن في غياب حمد فتح وديانج وسولية لأ النادي الأهلي متأثر بالمكان ده ومتأثر بالبوزيشن ده إن النادي الأهلي بيبقى ليه شكل وشكل هجومي كمان تبقى الأدوار مختلفة شوية بتشوف الديانج وحمد فتحي والسولية واحد يقفوا اتنين يتحركوا اتنين وقفوا واحد يتحرك مع السلاسة الهجومي اللي تحت الفيروت فبيبقى ليهم شكل هجومي مختلف شوية بالإضافة للباور كمان مع الضغط واستخلاص الكورة لا التلاتة اللي بيكونوا موجودين بيبقوا أفضل طبعا ما احترمنا لأحمد نبيل كوكا ومجد أفشل اللي اتنين مش مكانهم لكن الغيابات قصرت على أداة النادي الأهلي آه قصرت على النادي الأهلي عشان النادي الأهلي لن بيبقى فول تيم حابي يقدم أفضل حاجة عنده وأحسن حاجة عنده في النواحي الفنية في اليتينب النهاردة أرهقت النادي الأهلي بدنيا بعد الفترات لأن كابتن حلمي بيشتغل على العامل البدني كويس جدا شوفنا كابتن حلمي النهاردة لعب بطريقة نهاردة في معظم الأواد بخمسة في خطة ضهر وبيحول الطريقة ساعات بيلعب 4 4 2 أو 4 3 3 زي نادي الأهلي زي المسلمين النهاردة لعب 4 3 3 وبعدين حول الطريقة الشود التاني آخر خمس زي لعب أربعة اتنين أربعة أربعة يعني وقف رام ربيعة ووقف هاني وطير حسين الشاحات ناحية الشمال وعلي معلول بقى جوة 18 مع افشا ونزول حسام حسن كل دي حاجات تبتحكى لإيه لا اصلا كانت الطرق مصطفى نجمينا كبير من مغرب بقيت لك بيقول لك كانت الكامونة الكرة افسادة اللي مش افسادة انت قلت ايه انت مش قلت فيها شك هو عايز يعرف افسادة مش افسادة خليه في المغرب عمه كانت الطرق عسل كانت الطرقة حاجة جميلة اللي هو انتبعنا من المغرب منا الكبير يعني اذا ما كاب بيحبوا بقيت لرسالة فانا بس ان قلت فيها شك بس افسادة انا مش افساد مانا بقول فيها شك هو دلوقت انا بقول فيها شك انها افسادة انت عارفنا انا وانا بخافش بس لو من زاوية تانية لو من زاوية تاني ناحية علي معلون لما عملها باطنور جابها جون ممكن نشوفها أحسن طيب هو مثلا الفار فيدل باصس وشايف وفيدل واقف وفي الآخر جاب النهاية لكن الأداء اللي تكتيكي النهاردة للتنين مدربين مباراة حلوة ومصيرة وفيها رومونتادة ونادي الأهلي بس ميزة النادي الأهلي يا فاروق ولعبة النادي الأهلي أن هي بتفضل تلعب لحد ما الحكم صفحة من بداية لنهاية ودي ميزة خلي بالك عندهم إصرارة على المكسب غير عادي ودي حاجة كويسة وبروفة كويسة لمباراة الوداد خلي بالك ممكن في مباراة الوداد تتعرض في محاقف زي كده والراجل المسلمان يعمل سينيوريهات للمباراة يقاعد ناس ولعب ناس عودة المصابين كل دي سينيوريهات ممكن هو يقدر يستفيد من مباراة أين بالنهاية هتعصي حاجة لمباراة الفصائد ولا مش فصائد في النهاية فيها شك انه هو فصائد شك انه هو فصائد فيه حكم فار وحكم الفار قال ان الكرة هدف صحيح وبالتالي يعني هما بيبقوا قدامهم الشاشة والتكنولوجي اللي ممكن تخليهم يبقوا أفضل مننا ما هو الفار قال ما فيش بنالت يا فرم هطلع الفاصل